اهلا بكم متابعين قناة احمد ستوري بيبدأ الفيلم في احدى المنشآت البحثية وتحديدا يوم كسوف الشمس وبنعرف ان في حاجة غريبة بتحصل في العالم حاليا لان فجأة كده وبدون مقدمات وقبل فترة بسيطة من الكسوف معظم الحيوانات البحرية ماتوا ده غير الاضرار الكبيرة اللي صابت الارض والمناخ وكمان الاهتزازات الزلزالية الكبيرة وعشان كده تعاملت منشآت بحثية زي المنشآة دي عشان يفحصوا قاع البحر والمحيطات وكمان يفحصوا تحت الارض ويشوفوا ايه السبب في كل اللي بيحصل ده وحاليا كانت المنشآة دي بتفحص اكتر من 3000 قدم تحت الارض عشان يشوفوا ايه السبب في اللي بيحصل ده الفكرة بقى انهم حاليا بيشوفوا في الكاميرات ان فيه كائنات غريبة بتطلع من الارض فبيستغربوا الكل وبيروح واحد من العلماء دول عشان يشوف في ايه لكن مش بيلحق حتى يخرج برا المنشآة وبيلاقيوا قدامه كائن غريب عبارة عن طائر لكنه ضخم ومفترس وهوب بياجم عليه وبيصيبه ومن بعدها بتنتشر كائنات زي دي كتير في المنشآة وبتفضل تقتل كل العاملين ده غير ان فيه مئات بل آلاف من الكائنات دي بيخرجوا من كل مكان تحت الارض ومن البحر ومن كل مكان حرفيا وحرفيا بيقتلوا ملايين البشر ده غير انهم بيدمروا مدن وبلاد بالكامل وبتفضل الجيوش تحاربهم لكن بدون نتيجة واللي بيفضله يعمله الخراب ده كله لمدة يوم كامل واللي هو يوم الكسوف وبعدها الكائنات دي اختفت بعد ما دمرت العالم كله تقريبا بيعدي بقى على الكلام ده كله 15 سنة كاملين وبنشوف حاليا شخص اسمه ديفد وبنعرف ان ديفد عالم وفي الوقت الحالي بيشتغل في منشآة بحثية كده لان فيه كسوف جديد والكسوف ده هيحصل بعد كم يوم وطبعا الكل خايف ان الكائنات الغريبة دي ترجع تاني وتدمر العالم المهم ان ديفد حاليا كان بيجيب حيوان ميت في مصور التهوية من اللي في المنشآة وبيكون الحيوان ضعبر عن فر ضخم فبياخده ويروح لصحابه بحيث يفحصه يعني على الناحية التانية وفي نفس التوقيت بالزبط بنشوف لورا زوجة ديفد السابقة واللي تبقى دكتورة وبحثة وحاليا كانت لورا في شغلها وبيجي لها زميلها ميلتون وبنعرف ان ميلتون ده بيحب لورا من زمان وبيحاول دايما يقرب منها وحاليا بيطلب منها ميلتون يخرجه سوا يتعشه فبترفض لورا وده بيزع الميلتون اللي غالبان جدا لدرجة انه بيصعب على لورا فبتكرر تخرج معاه يتعشه سوا على الجانب التاني وبالتحديد في واحدة من المدارس بنشوف شاب كده اسمه تايلر وبنعرف ان تايلر يبقى ابن ديفد ولورا وحاليا كان تايلر قاعد مع البنت اللي بيحبها واللي اسمها مادي وبتعرفه مادي انها خايفة من الكسوف اللي هيجي كمان كم يوم لان غالبا هيحصل فيه زي ما حصل للعالم من 15 سنة لكن تايلر بيعرفها ان دي كلها اهم ومش هيحصل حاجة وبيفضل يطمنها في الاسناء دي ولكن في مكان تاني بنشوف غارت واللي يبقى مهندس وظابط في الجيش وحاليا بتجيله مكالمة من مديره في الشغل كارل بيطلب منه يجيله حالا في القاعدة بتاعتهم لان في حركة زلزلية غريبة بتحصل ولازم يعرفوا في ايه وقتها بيخاف جارت ان اللي حصل من 15 سنة يحصل تاني فبياخد بعضه بيروح للقاعدة وبيبدأ هو ورئيسه كارل يشوفوا شغلهم فبينسيبهم وبنرجع للورا واللي بيجي لها ديفيد في البيت وبيعرفها حاليا انه هياخد ابنهم تايلر يقضي معاه الاجازة وهيرجعوا بعد الكسوف فبتوافق لورا وفعلا بياخد ديفيد تايلر وبيودعوا لورا وبيمشوا وبيروحوا سواء يعودوا في بيت ديفيد وبيفضلوا يتفرجوا على التلفزيون وهم مبسوطين وكل حاجة كانت تمام لحد ما بتيجي مكلمة لديفيد من رئيسه في الشغل تايد وعرفوا تايد ان كل حاجة حصلت من 15 سنة بتحصل حاليا وشكل كده يملكسو في الكيانات الغريبة هتظهر تاني عشان تقتل البشر وبيعرفوا تايد انه لازم يجيله بكرة بدر الشغل عشان يشوفوا هيعملوا ايه للعلم في نفس الوقت ده كان تايلر بيشوف الاخبار واللي بيعرف منها ان فيك اينات بحرية كتير ماتت وده بدون سبب وطبعا ده نفس اللي حصل من 15 سنة فبالتالي تايلر وديفيد بيتنحوا لما بيشوفوا كده وبيخافوا جدا تاني يوم كان تايلر وديفيد قاعدين قدام الاخبار وهم مش عارفين هيعملوا ايه وفي الوقت ده بتتصل لورة بديفيد وبتطلب منه يجيب لها تايلر حالا بحيث يكون بامان فبيوافق دايفيد لكن المشكلة انه مش بيلاقي تايلر في البيت اصلا لان تايلر غفله وهو بيتكلم ونزل فبيتجنن دايفيد وبيكرر ينزل يدور عليه وكمان نورة وميلتون واللي كانوا قاعدين سوا حاليا بيقرروا برضو ينزلوا يدوروا على تايلر اما تايلر بقى فكان قاعد حاليا مع مادي ولا على باله اي حاجة بس اثناء ما هم قاعدين فجأة بيشوفوا الماءات من الطيور المهاجرة فبيخافوا لان دي علامة تانية تدل ان الكائنات الغريبة هتظهر في العالم وبيعرفوا كده ان الكسوف قرب جدا والكائنات هتظهر قريب اوي وتعرف هم معهم حق لاننا لو رحنا للقاعدة اللي شغال فيها جارت وقارل فبنلاقي ان الكائنات المرعبة دي او الوحش بتظهر عندهم وواحد منهم بيهجم على قارل وبيخلص عليه وبتنتشر الفوضى في القاعدة كلها في الاثناء دي بيقدر ديفيد ولورة وميلتون يوصلوا عند تايلر ومادي وعلى طول بياخدهم وبيركبوا لكل عربية ميلتون وبيمشوا من المكان وبيقرروا يروحوا على ملجأ كده تبع الحكومة يستخبوا فيه وبيروحوا فعلا الملجأ لكن للأسف مش بيلاقوا اي مكان ليهم ومش بيعرفوا يدخلوا الملجأ فبيرجعوا للعربية من تاني وبيقرر ميلتون يروح المدرسة بتاعت المدينة يحتموا في القبو بتاعها ورغم ان ديفيد كان رفض اصلا وشايف انهم يروحوا لتد افضل لان عنده ملجأ متأمن لكن ميلتون رفض لسببين اولا ان العربية بتاعته ثانيا لان الكسوف بدأ اصلا وبدأت الوحوش المرعبة دي تظهر وتنتشر في كل مكان المهم انهم بيوصلوا عند المدرسة بس بيلاقوا الطريق مقفول وناس كترة جدا بيحاولوا يدخلوا المدرسة فبيعرفوا انهم مش هيعرفوا يدخله وبيقرروا يمشوا من هنا ويشوفوا مكان امان يحتموا فيه وكان ديفيد عاوز يسوق العربية في الوقت ده عشان يروح على طول على تد لكن ميلتون بيرفض وبيتخنق مع ديفيد وبيضربوا كمان وقبل ما ديفيد يرد عليه هوب بييجي وحش وبياخد ميلتون وبيتير وتقاش انت بقى اما ديفيد فمهتمش وعلى طول ركب العربية مع لورة وتايلر ومادي وطروا من المكان ده وفضلوا ماشيين بالعربية في طريقهم لتد لكن لانهم فقروا والمشاكل وراهم وراهم فبتكون العربية خلاص هتقطع بنزين وبالتالي بيكونوا محتاجين عربية جديدة فبيفضلوا ماشيين كده لحد ما بيلوه مكان فيه عربيات فبيركن ديفيد العربية وبيسيب الكل فيها وبينزل عشان ياخد اي عربية وفعلا بيركب عربية من العربيات الموجودة وبيكونها يمشي بيها لكن فجأة بيظهر لديفيد شخص قاعد في كنبة العربية وكم استخبي وبيشاور لديفيد على وحش واقف في مكان قريب منه فبيخاف ديفيد وهو كمان بيستخبه وبيستغل ان الوحش انشغل في اكل جثة من الجثس اللي في الشارع وبدأ ديفيد يرجع بالعربية بهدوء لحد ما بقى واقف جنب عربية لورا فبسرعة بتنزل لورا وتايلر ومادي وبيركبه معاه اما الراجل اللي كان مستخبي في العربية فبينزل هو كمان وبيفضل يرمي على الوحش ملح لان المفروض ان الملح بيقتلهم لكن الوحش مش بيموت وبياجم على الراجل وبيخلص عليه ولما بيشوف ديفيد والكل المشهد ده بيترعبوا جدا وعلى طول بيتروا من المكان وبيفضلوا ماشيين بالعربية شوية حلوين كده لحد ما بيوصلوا عند الملجأ بتاع تيد وبيفضلوا يخبطوا على الملجأ لكن محدش بيفتح لهم ولو دخلنا عند تيد نفسه فهنلاقيه شايف ديفيد والكل من كاميرات المرأبة لكنه مش قادر يفتح لهم لان في حد مثبته بالسلاح مين الحد ده بقى لسه ما نعرفش المهم ان ديفيد والكل بيفضلوا يخبطوا على الملجأ كتير وبرضه محدش بيفتح لهم وفجأة بيلاقوا الالاف من الوحوش جاي عليهم فبيفضلوا يخبطوا بهستيريا اكبر لحد ما الباب بيتفتح فبيدخلوا بسرعة للملجأ وبيبعدوا عن الوحوش في الوقت ده بقى اول ما الكل دخلوا لقوا تيد ومراتوستيلا وكمان كان معهم حد تالت وهو جارت وبنعرف ان جارت هرب من القاعدة لما الوحوش هجمت عليه وجيه على هنا وللعلم بقى صديقي جارت هو اللي كان مثبت تيد ومخليه ما يفتحش الباب لكن الواضح ان تيد عمل معه اتفاق وعشان كده فتح الباب لدرجة ان تيد حاليا بيقول للكل ان جارت ده ابن واحد صاحبه وجاي يقعد معاه بحيث يكون في امان لكن يا صديقي ديفيد والكل محدش كان مرتاح لجارت بس محدش عمل حاجة يعني وقعدوا الكل يأكلوا في اللحظة دي شاور تيد لديفيد على السكينة ففهم ديفيد ان في حاجة غلط وعلى طول خد السكينة وخباها لكن لسوء الحظ ان جارت خد باله فعلى طول طلع مسدسه وثبت الكل وهنا بقى عرف تيد الكل ان جارت ده واخدهم رهين وقعد معهم بالعافية وبيتكلم جارت مع الكل وبيعرفهم انه ممكن يسيبهم يعيشوا بس محدش يحاول يعمل حاجة ضده وإلا هيخلص على الكل أثناء بقى مكان جارت بيتكلم فجأة بيدخل للمكان وحش صغير على شكل تعبان وبيمسك في رقبة استيلم رات تيد وبيفضل يحاول يقتلها وبتنتشر الفوضى في المكان وفي لمح البصر بياخد ديفيد المسدس من جارت وبيفضل ديفيد يحاول يقتل الوحش لكنه بيفشل بس الحمد لله بتجيب مادة سكينة وبتقطع رقبة الوحش فبيموت أخيرا وقتها على طول بيقمر ديفيد ابن طايلر يربط جارت فبيعمل كده فعلا والحد هنا تمام اللي مش تمام بقى صاحبيكا ان استيلا بتكون تصابت اصابة خطيرة في رقبتها ولازم مستشفى تعالجها وإلا هتموت وفوق كل ده بقى ففيه وحش كتير الجمعه قدام باب الملجأ وبيحاول يدخلوا بكل الطرق فبيشوف الكل انهم لازم يمشوا من هنا لكن المشكلة انهم مش عارفين هيروحوا فين بس جارت بيتكلم معاهم وبيعرض عليهم ياخدهم للقاعدة بتاعته واللي فيها مستشفى ويقدروا يعالجوا استيلا هناك وكمان هيكونوا بأمان ورغم ان محدش فيهم بيسق في جارت الا انهم بيوافقوا على كلامه وعلى طول بيبدأوا الكل يجهزوا نفسهم وياخدوا اسلحة من عند تيد وبيخرجوا من الباب الخلف للملجأ وبيمشوا في طريقهم لقاعدة جارت واه جارت كان كل ده مربوط برضو المهمة اثناء ما هما ماشيين بيلقوا واحد من الوحش في مكان قريب وثابت مكانه زي الاصنام فبيفكروه الكل انه ميت وبتروح مادي تشوفه وفجأة بيلف الوحش جزء منه على رجل مادي وبيفضل يحاول يسحبها فبيفضلوا الكل يحاولوا يحراروها منه لحد ما بينجحوا الحمد لله وبتكون مادي بخير فبيكملوا لكل طريقهم لقاعدة جارت وجارت نفسه بيتكلم مع ديفيد وبيطلب منه يفكوا لانه هيساعدوا خلال الطريق لو قابلوا اي وحش تاني يعني لان ما تنساش ان جارت ضاب الجيش ويعرف ازاي يقتل الوحش وكده يعني وبعد تفكير مش طويل بيوافق ديفيد وبيفكه وفي اللحظة دي بقى بيعري جارت ايده وبنشوف ان ايده مصاب اصابة شكلها غريب والاصابة دي بتكون من الوحوش وللعلم يا صديقي انا بقولك الموضوع ده لان المفروض اي حد مصاب زي جارت كده وستلة بعد فترة بيتجننوا وبيكونوا خطر جدا المهم بيكملوا الكل ماشي لحد ما بيوصلوا عند عربية كده المفروض انها بتاعت جارت اللي كان جاي بيها من القاعدة فبيقرروا يركبوها ويروحوا بيها للقاعدة وفعلا بيعملوا كده لكن العربية مش بترضى الدور فبينزل جارت بسرعة وبيحاول ليسلحها وفي الاسناء دي بتشوف ان الاصابة تمكنت من استلة وبدأت استلة تتجنن فبسرعة بتاخد مصدس كده كان معتد وبتنزل من العربية وبتحاول تقتل بيه نفسها وبيفضل تدي يحاول يوقفها فبتحاول تقتله هو شخصيا لكنه بيفضل يهديها وبياخد منها المصدس وبيكونها يركبها معانا عربية لكنها مش بترضى وبتجري نحية وحوش كده كانت جاي عليهم وبكده بتموت استلة اما الباقي فبيركبوا العربية بسرعة وبيهربوا من الوحوش وبيفضلوا ماشيين لحد لما بيوصلوا عند القاعدة بتاعت جاريت وكالمتوقع مش بيلقوا حد هناك خالص في القاعدة لان الوحوش خلصت عليهم بس محدش اهتموا ودخلوا للقاعدة وفي الوقت ده بتشوف مادي اصابة كده على كدف تيد فبتروح مادي ولورا وطايلر معاه عشان يعلجوه اما ديفيد بقى فبيروح هو وجاريت يحاول يشغلوا الكهرباء في القاعدة وبمنتهى السهولة بيقدر ديفيد يشغلها وبياخوك جاريت وبيكونوا رايحين لعند الباقي لكنهم فجأة بيسمعوا صوت وحوش وبيلقوا حوش في المكان فبيهربوا منهم وبيروحوا لتايلر وتيد ولورا ومادي وبياخدوهم وبيفضلوا يهربوا بس للأسف فيه وحش بيوصل ليهم فبيفضل ديفيد وجاريت يضربوا لحد ما بيموت وفي اللحظة دي بقى بيسيب جاريت الكل وبيهرب منهم وبيروح قضى يقعد لوحده ويقفلها على نفسه وبنعرف انه عمل كده عشان لما يتجنن يكون بعيد عن الكل وما يقزيش حد في المجمل الكل محدش اهتم بجاريت اصلا واتكلم ديفيد معاهم وعرفهم من القعدة دي اكيد مؤمنة بنظام مياه ملحة عشان تقدر تقتل الوحوش وبيعرف الكل انه هيروح يشغل خزان المياه الملحة دي بحيث يقضوا على الوحوش في القعدة وبيطلب من الكل يستنوا في مكان معين كده جنب انظار الحريق بحيث اول ما يشغل خزان المياه الملحة يشغل انظار الحريق وتنزل المياه الملحة تقتل الكل وبس يا سيدي بيخلص ديفيد كلامه وبيسيب الكل وبيبدأ يمشي في ممرات التهوية لحد ما بيوصل لمكان الخزان فبينزل من الممرات وبيفضل يحاول يشغل خزان المياه وبينجح فعلا فبيدخل لممرات التهوية تاني عشان يرجع للكل لكن في الوقت ده بياجم عليه وحش فبيفضل يتحارب معاه لحد ما بيرمي عليه ملح والحمد لله بيخلص عليه وعلى الناحية التاني لما بيعرف تد والكل ان خزان المياه الملحة اشتغل بيكرر تد يشغل انظار الحريق لكن المشكلة ان مكان الانظار بيكون عنده كتير من الوحوش لكنهم مش بيفرقوا مع تد وبمنتهى الشجاعة بيفضل يقتل فيهم بيمين وشمال ورغم انه بيتصاب اصابات شديدة وبيكونها يموت لكنه بيقدر يشغل الانظار على اخر لحظة وبيموت بعدها في مشهد حزين جدا والكل بيزعله عليه لكن الحلوة هنا ان المياه الملحة انتشرت في كل مكان وقتلت تقريبا كل الوحوش اللي في القاعدة وفي اللحظة دي بيبص طايلر في ساعته فبيكتشف ان وقت الكسوف انتهى وده معنا ان الوحوش خلاص هيرجعوا اماكنهم ومش هيظهروا تاني الا في الكسوف الجاي وبنشوف ان فعلا الوحوش في الوقت ده كانوا بيسيبوا الارض بعد اما ضمروها وبيرجعوا بيوتهم واماكنهم تاني تحت الارض ووقتها بيقرروا الكل خلاص يخرجوا من القاعدة ويرجعوا بيتهم بقى لكنهم خارجين فجأة بيجي لهم جارت واللي بيكون الجنن فعلا وبيضرب طايلر بدون سبب كده طلقه في كتفه وبيكونها يقتله وبعدها يقتل الباقي لكن الحمد لله بيوصل ديفيد وبيضرب جارت على دماغه فبيقعوا على الارض وفي اللحظة دي بيلاقوا الكل قدامهم اخر وحش باقي في القاعدة واللي هو عبارة عن دودة عملاقة جدا ومخيفة وهوب بيجي من الوحش ده على جارت وتعيش انت بقى ولما بيخلص على جارت بيبدأ ايطارة ديفيد والكل لكن ديفيد مش بيقس وبيروح هو والكل وبيستخبوا في قوضة كده وبيجيبوا مية وبيحطوا عليها ملح كتير جدا واول ما الوحش ده بيوصل لهم بيرمي ديفيد عليه المية بملح دي فبيموت واخيرا الخطر بينتهي تماما فبيخرجوا الكل برا القاعدة وبيلقوا ان العلم اتضمر اه لكنهم بيكونوا مبسوطين انهم قدروا يعدوا المحنة دي على خير وفي اللحظة دي بيكرروا ديفيد ولورا يرجعوا البعض لان زي ما قلتلك في الاول خالص انهم كانوا منفصلين وبتكرر مادي وطايلر يكملوا حياتهم سوى لانهم بيحبوا بعض جدا جدا ومع النهاية السعيدة دي بينتهي في الميناء النهاردة ولو عجبكم فيديو النهاردة ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد شوفكم الفيديو الجاي سلام